أستاذ سمية صباح النور عليك صباح الخير عائشة صباح النور أستاذ سمية إذن أستاذ كيف ما قلت اليوم غادي نكمل معاك الموضوع اللي افتتحنا الأسبوع الماضي اللي هو العناد في الطفولة وخوصاً الطفولة المبكرة هدرنا عليها وقلنا أن العناد أو قلتي أن العناد هي مرحلة مهمة خصوية زمن الطفلة إلا ما كانش كيعانت ما كان المشكل مش إلا هو كيعانت وكي يقول مثلاً لا الغرض لا أو أنه خصوية بالشخصية وياك أستاذ سمية بالفعل وحدث هي مرحلة فخصنا نكون وعين بالأدوار ديال هذه العناد في الحياة ديال الطفل لأن كيف ما كان عرف مرحلة ديال الطفولة المبكرة هي أساس تشكيل شخصية الفرد فهديك لاباز اللي منا كان نطلقه بوحد النمو اللي هو سليم فهو محتاج أن هذه العناد كيف ما شرنا في الحلقة الماضية للأهمية ديال الوظائف دياله من خلال الوظيفة أنه كي لعد دور في الاستقلالية يعني كي دعم استقلالية عند الطفل كي دعم العملية ديالتفكير والعملية ديالإدراك يعطيه واحد الحافز واحد دافع للتحدي فمجموعة ديال الأمور اللي يعني أصلاً كيكون الطفل على مستوى حتى المهارات محتاج أنه ينميها باش يكمل النمو دياله بوحد شكل هو سليم وشفنا يعني فيخ ممكن نعتبره أن العناد مشكل مؤرق يعني لخصناً نتعامل معها وكيف ما قلنا هو العناد واحد الحاجة يعني هو في الأصل لا يسبب مشكل هو متى يسبب مشكل من اللي آنك وعاند مع الطفل فتمك يوقع الصدام متى نتحدث على المشكل ما كيكون التمرد لأن التمرد شنو اللي كيختلف عليه مع العناد حتى وخل العناد يستمر بعد الطفل المبكرة ما كيكونش يعني بدك الحدة بدك الحدة ورقيلها دان على التمرد التمرد يختلف على العناد في الشكل تعبيري اللي كعبر على الطفل على هاد الملامح دي العناد والتمرد يختلف على أنه فيه واحد التوكيد ذات بشكل عدواني بشكل عانيف بشكل سلبي معنا سيرفض واحد الحدة غدية عصيب واحد طريقة يعني سواء كانت من خلال الأقوال ولا حتى من خلال الأفعال فهنا فيك يختلف الأمر على العناد لذلك نتحدث على التمرد أنه مشكل سلوكية اللي خصنا يعني نتعامل معها ما كيعني شي بالله ميكان قوله مشكل سلوكية فهو شي حاجة اللي حتى بعمل الوالدين دغيك يتخلعوه إلا قلهم غير الطفل الله أو عصاهم واحد المرة وممت ويعني ما استجبش للمطارب ديالهم فبتالي يا صافي كان بدون نتدمر لا كل يعني حياة الطفل الكاملة أصلا هي يعني غير يخط فيها العديد من المشكلات هاد المشكلات أو هاد المواقف اللي كي وقع فيها هي أفضل الفرص للتعلم فأنا إذا ما عرفت كيفاش نتعامل مع هاد المواقف ونوجها في حالطريق إيجابي اللي غير يستفد هو منه وغير نستفده حتى احنا أنا وياه على مستوى العلاقة ديالنا فهذا هو الهدف ديالنا لأنه لا حياة بدون مشاكل حتى بالنسبة للطفل أكيد غد يتمرد أكيد غد يعاند أكيد غير نهج مجموعة ديال السلوكيات فالمفتاح السحري أين يكمن عائشة يكمن في الطريقة اللي احنا نتصرف بها وذا يعقله معايا مستمعين الكرام اللي هدرنا على دائرة الخطأ في واحد الحلقة مهدرنا على الكذيب فدائما الطريقة الرد الفال ديالنا والطبيعة للإستجابة ديالنا هي اللي غد تحدد ما صار توجه الطفل بعد أن ارتكب مثلا واحد الخطأ ما فإما غدي يزيد إما غدي يتعلم منه مجموعة ديال الأشياء فحتى تمرد رغم الصعوبة دياله رغم يعني الأعراض ديال السلوكية اللي كتكون شوية عصيبة يعني مش بسهل أن الولدين يوافقوا أو يتقبلوا الفكرة ديال عدم الطاعة والرفض سواء كيف ما قلنا بالقول ولا بالأفعال ولكن في حد ذاته كان واحد التعبير على واحد الرغبة في الحرية واحد الرغبة في واحد المساحة ديال الاختيارات في واحد الرغبة أنه بغي تحمل مسؤولية بغي للسيمة فعليها دائما نتحدث على معرفة الأسباب نفهمه علاش يتمرد عليها الطفل علاش يرفض أنه ينصى عليه في هذه المسألة أو لا غيرها فمهم جدا نأكد على هذه النقطة اللي قلنا أنه هي الحلقة اللي يختلف فيها العينات على التمرد أن التمرد فيه واحد التعبير توكيلي يعني يؤكد فيه الطفل حتى العينات يؤكد فيه الطفل ذاته كي بغي تبت نفسه ولكن التمرد يختلف في الطريقة اللي كتكون أغلبية سلبية عدوانية عنيفة قولا أو فعلا يعني الإحساس أو الشعور للطفل هو يتمرد لربما هنا كنزيد فيه الأطفال أكتر هو يرغب في الشعور أنه يمتلك وحد الحق يمتلك وحد نوعا ما وحد الحق في السلطة وحد الحق في الاختيار فبتالي هذك الأشكال ديال التمرد اللي غادي يقوم بيها كتعتاه وهالإحساس أنني أقاوم ماشي بسرعة أخضع ماشي بسرعة كننزل للراس وكننفد ديك الحاجة حيثاش قالوا لي خاسني نعملا وهالي نسبيا واحد الحاجة اللي احنا كنبغيوها تكون عند الوليدات صحة يحتاجوها باش ينميو شخصيتهم وحد شكل سليم فباش يعني في حال نوقف الطفل تماما على التمرد والتمرد ما يبقاشي هذا مش هو الهدف ديالنا نحنا الهدف ديالنا هو كيفاش نوضفه كل مشكلة اللي كتبان وتطفوه للسطح خاسنا نعرفه شنه هي الدوافع دياله وكيفاش نوضفوها بحد الشكل سليم ما تمرد الطفل إلا كين احتياجات معينة كين دوافع معينة فخصنا نفهموها باش نوضفوه ذك تمرد ديالو نفهموه ونعاونوه على أنه يفهم نفسه ويعرف كيفاش يتصرف مع مختلف المواقف وحتى الطريقة اللي هي سليمة يعني وخا قلت كين واحد الإحساس الرغبة في المقاومة الرغبة حتى هو في السلطة لكيبان نحنا فقط غير تحدي تحدي للوالدين أو لا غاضب أنه غاضب غاضب أو مع الصب أو يعني يفرض واحد الحاجة اللي مجرد الففل وهدي اللي كنا حد فيها واحد الأسلوب توكيدي اللي هو عني فبتلي غادي رفض غادي غويت يعني غيرها من الأشكال اللي غايعبر فيها على أنه يرفض بياتها مرد تماماً قلنا أن العناد زي ما هو أوكي واحد كيكون بوحد طريقة ولكن كيكونش يعني أغريسيف أو عنيف عكس ديال التمرد اللي ممكن كيظهر على أشكال عنيفة وقلنا أنه كيدل على أنه الشخص يعني أو ذك الطفل يعني عموماً كيحاول يظهر لأنه ما كيخضع بوحد طريقة ضغية أو بسرعة وهذا غادي يحتاجه نوعاً ما يعني كمهارات يبقى يستخدمهم في الكبار هنا السؤال أستاذ سمية هو التمرد قلناك يظهر بطريقة عنيفة هنا واش ذك السعر خصنا نتعامل مع هذا السلوك هذا ولا نخلي واحدة يوقفه مثلاً السلوك هذا عاد هنا نبدو نتعامل ممتازة عائشة هذا السؤال لأنه الشيء هذا هي الحل السحري أو الخطوة السحرية والمهمة للوالدين مكيكونوا شوعين بها فبتلي يسوء الوضع أكتر لأنه وانا في اللحظة للطفل تمرد فيها سواء بالقول بالهضرة سواء بوحد الفعل معين تخوه حد الحاجة يعني في إطار أنه يمتنع ويرفض ويتمرد هذه الساعة إلا حاولت أنني ديك الساعة تنقش معه ديك الساعة نحاول نوقفه على هذا التمرد فأكيد سيزداد الوضع سواء لأنني أريد أن نعرف دماغ ديال الطفل وليحة الدماغ ديالي كيف يشتغل في اللحظة اللي كنكون فيها فقد نسيطر على أنفسنا ثاني ما كيكونش القشرة المسؤولة أو الفصل جبهي الأمامي المسؤول على التنظيم الفعالي على تفكير العقلاني ما كيكونش مكونكتي مع القشرة المسؤولة على التعلم والانضباط وغيرها من الأمور فبتالي مهما هدرت مهما قلت هو أصلا في وضعية يعني غير عقلانية مخه غير مستعد بعد على أنه يقدر يسمعني وحتى أنا نفس الشي يعني كنكون تقريبا بجوجبينة فهد الوضعية فدايما اللي كنتحو السؤال هنا شكل الأولى أنه يساعد دماغ دياله على أنه يرجع من الشكل دياله الطبيعي ويرجع من اللحظة دياله وش الراشد هو للطفل الصغير طفل الصغير اللي كان عنيه به وخي يكون عنده عشر أسنين هو ما زال الطفل فحنا للأولى أنني يعني نساعد الدماغ ديالي على الهدوء باش نقدر نتعامل ونتحكم في التصارفات ديالي لأن حتى الطفل على مستوى القشرة دياله أو الدماغ ككل لا يكتمل نمو دياله حتى يوصل 25 سنة فبتريحة الوضائف ديال الدماغ لم يكتمل نموها بعد عاد على مستوى المهارات لم يكتسب مجموعة ديال المهارات ولم يتعلمها وما تدربش إليها فأولى بي أنا أنا ناخد بوز أنا ناخد بوز باش نقدر نعرف كيفاش نتعامل مع الموقف لأن نحن مباشرة كندخلوا في الصدام مباشرة كندخلوا في العينات أكثر نحن يعني صراخ بصراخ ند بنيد والأمور زع ما كتزيد تستفحيل وقاعوا ربما ما كيبقاش حتى عقلين للحاجة الأساسية اللي ديكلونشات الموقفة وللمشكلة الأساسية كم بدون نهضروا في حاجات واحدين آخرين دبزوا في حاجات واحدين آخرين وكيبدوا الأثلية بيبانوا ديال العقاب والحرمان والتهديد والوعيد وغيرها اللي في الأخير ما كتوصلنا حتى شي نتيجة ودائما كم قوفوا حالحلقة مفرغة يتكرر السلوك يتكرر ربما كيتاخذ أشكال أكثر تمرضا فأنا الأولى بي أنا كراشد خصني أن نتمالك نفسي نعطي فرصة نفسي أن نساعد الدماغ ديالي على أنه يساعدني في التفكير في حلول لأنه وانا في هذه الوضعية هذه ما غادش نقدر نفكر فالأولى بي أنا ناخد بوز نعطي شوية الفرصة النفسي من البعض حتى نهدأ أنا ونتأكد أن الطفل هذا قادر حتى هو باش يسمعني ونسمعه عاد من البعض ديك ساعة نقدره أننا نهضره مع الطفل على أي مشكل كان هذا سواء كان في مواقف ديال التمرض أو غيرها وان شاء الله في حلقة مقبلة نزيد نهضره بالتفصيل أكثر على مستوى التنظيم الانفعالي والمشاعر وكيفاش كيشتغل الدماغ موضوع العصبية لأنها دوم بين الحاجات اللي كيرفقوا مثلا السلوك ديال التمرض وغيرها من السلوكيات باش المستمعين الكيرام يفهمونا أكثر عليش كنهضره ودائما عائشة اللي كنأكدوا عليه هو أنا عارفة بالمستمعين ولحتى المشاهدين اللي غير يشوفوا الحلقة من البعد دائما نستعجل في الحلول واخا هدرتونا على التمرض قولونا شنو غادي نعملو واخا أول خطوة را قولناها أول خطوة في الأجيج ديال الموقف ما الأفضل ناخدو حد شوية دلوقت حتى نكونو احنا قادرين نتعاملو ثاني حاجة خصني قبل ما نتصرف أو نعمل رد الفعل خصني نفكر بيضا عليها كنقولو هاديك بوز هاديك بوز بيش كتساعد الدماغ ديالي على التفكير التفكير في ماذا؟ التفكير في لماذا تمرد علاش الطفل قام بهذا السلوك بيش نفهم ونعرف كيفاش غا نتعامل مع هادا مع هذا التصرف لأن علاش كنهضره دائما مع الأسباب والدوافع وما وراء السلوك لأن هادي هي اللي كتكون هاداك العمق ديال جبل الجريد اللي كيكون يعني هو الأساس ديال هاداك السلوك اللي بالنسبة لنا ظاهر فالتعامل مع غير السطح أنه غير رفض أنه غير غوة أنه غير متنع أنه غير شعط الباب وزاد وتمرد عليك وهذا فما غديش يكون كافي غيكون في حالي كان نداويه جرحه عميق غير بوحد البصماء في حين راه محتاج لقدر الله وحد الأملية وحد صنظيف لهو عميق فاحنا محتاجين نتعامل مع الجزء العميق نفهمه أكثر فتمرد عنده مجموعة ديال الأسباب ممكن تكون هذه الأسباب متعلقة بالطفل بحد ذاته ممكن تكون متعلقة بالطريقة اللي احنا كنتعاملوه معه بها يعني على مستوى الأساليب ممكن تكون متعلقة بأمور أخرى يعني في إطار الحياة ديال الطفل مثلا إذا كانت في المدرسة مع الأساسي دياله مع المدرسة ككل فإذا هدرنا على مستوى الطفل بحد ذاته فممكن يكونوا مشاعر ديال يعني العدم تقاب النفس صورة سلبية على الذات أنه بغي يثبت نفسه ولكن ما عارفش كيفاش وهنا كان رجع للنقطة ديال العينات في المرحلة ديال طفولة المبكرة وش أنا سمحت له بالعينات أو للا أو كنت قمعه لأنه كان تحتيد دي فبتلي من بعد عمل سبع سنين عشر سنين انفجر فهو بحاجة يحتاج للعينات بشي كمل نمو دياله بوحد شكل سليم أيضا إذا كان عنده ضعف على مستوى إشباع الاحتياجات النفسية اللي على رأسها الأمان الحب التقبل الاحترام وخصوصا هاد الأمور اللي دائما حنا يا كواليدين للأسف كان عملوا لهم بوحد الشكل هو مشروط غنحترمك بشروط غنبغيك بشروط غنتقبلك بشروط هاد الاحتياجات النفسية كلها خصوصا يتعامل معنا خصوصا الوالدين مع الأطفال بدون شروط على مستوى الحب على مستوى الأمان على مستوى الاحترام على مستوى التقبل يعني شنو كيوقع أنا ما غادي شنو بغيك وكي عبروها الوالدين كي عبرو عليها بوحد شكل هو شفالي ما غادي كان عدلت سلوك خايب فعلا ما غادي شي بني أنا ما غادي شي كنبغيك وكان دخلو في أساليب أخرى إما غادي نقرنو إما بالخوتو ولا بالآخرين إما غادي ندخل في التهديد والعقاب وقطع الهضرة وغيرها من الأشكال اللي ستهدد العلاقة مبينتنا اللي دائما نؤكد على أن هذك هي المهمة فإذا تزأزعت طبعا غادي يكون عندي سوء سلوك طبعا غادي نبقى في ديك الدائرة ديال من سوء سلوك لسوء سلوك آخر فنفهمه مزيان هذ الأسباب اللي ممكن تساعدنا أنا قلت غر بعض منها لأكيد يكونوا العديد منها باش نفهمه علاش الطفل يتمرد كذلك إذا هدرنا على المساوى ديال التربية والأسلوب اللي احنا نستخدمه فعلي قلت قبل قليل القضية ديالعقاب الحرمان التهديد التفرقة ما بين الإخوة وهذه اللي هتخلي الطفل ربما يشعر بالغيرة فبالتالي غادي يحاول أنه يتبت نفسه بوحى الطريقة لي عنيفة ولا طريقة لي سلبية كذلك إذا كان عندي واحد الأسلوب اللي تذبده في الاستجابة أو تذبده في ردد الأفعال معنا مرة كنقول على واحد الحاجة آه ومرة كنقول على نفس الحاجة لا فبالتالي كتخلي الطفل في حيرة وإذا كان هذا الطفل يعني شخصيته على مستوى الطبيعة ديالما كيقدرش يصبر فأكيد غادي يتمرد عليك بسهولة لأنه بالنسبة لي له ديك مرة قلت لي آه وخانت فرش في التلفازة اليوم علاش لا غير حيتاش ربما المزاج ديالي ما كانش مناسب فهدي من باي الحاجة اللي كتخلي الأطفال يتمردوا علينا إذا كانت نمط دير شخصيت ديالنا يميل أكثر للعصبية وهدي واحد الضاهرة للأسف اللي إحنا نشتكي من العصبية ديال الأطفال في حيننا في الحقيقة الوالدين أكثر عصبية من الأطفال دياله وهدي تهيا نخصوا لاش الله حلقة لأنا فيها فيها ما يتقل فالعصبية كسلوك أكيد غا تخلي الطرف الآخر الي هو الطفل ما غيحش بالأمان لأنه كل مرة ما عارش كيفاش غا تتصرف معه وش انت على خطرك ولا ماشي وماشي على خطرك أنا باش نعبر على الحاجة باش ناخد واحد الحاجة غسنين نعمل هاد التصرف هذا نونك هو غادي القدش انو كيعمل مثل اللي باقضي أكيد أكيد وهذا اللي كان نشوفه دبي على مستوى الواقع من يعني مردود الأفعال ديال الأطفال اللي تتسم بالعصبية فكتكون نتيجة العصبية أصلا ديال الوالدين أو أسباب أخرى اللي نزيده نهضر عليها إن شاء الله في المرات القادمة كذلك عندنا الأساليب ديال التدليل ما شي غير القسوة والتزيير والعقاب والعصبية هي اللي كتخلي الطفل يكون متمرد حتى التدليل الزائد التدليل الزائد بمعنى هذك الإشباع الفوري لإحتياج الطفل وتعامل معه لأنه محور الكون أنه بأنك حاجة مخصة نقصه ونفسيسه عندك تتأزم وكل شي يستجاب له فأكيد غدي كل موقف سيتمرد لأنه أنا بغي كتر أنا ديك الحاجة أخصني تتحقق وهذه طبعا لأنه هناك يولي الطفل هو القائد والوالدين هما اللي كينفدوا ما كيبقاش تساوي بجوجبنا يعني كنحاولوا أننا نكون فوحة الخط اللي هو آآ آآ أفقي مجموعة ديالأسباب عائشة اللي دائما كنرجع النقطة المفصلية هي الوالدين خصنا نحاولوا نكونوا واعيا بالطرق اللي إحنا كنستخدموها ونعملوا واحد وكأنه واحد واحد المحاسبة واحد الغربلة آآ للأساليب اللي إحنا كنستخدموها نتحملوا المسؤولية في في التصرفة ديالأبناء ديالنا مش إحنا كنقولوا إحنا السبب وخا ولكن نتحمل جزء من المسؤولية عليها دائما نؤكد على موضوع الواعي إنسان يراجع نفسه يشوف وش أنا عندي جزء من هاد التصرف اللي كيقوم به الطفل من هاد التمرد اللي كيقوم به الطفل أو نزيد نفهم الطفل أكتر فحال يشوفنا مجموعة ديال الأمور اللي تقدر تكون متعلقة به أنه هو أعتقد ربما أنني غير محبوب ربما أعتقد أنا والدية كيف ضلوخي أو أختي حسن كتر مني ربما كيعتقد أنه حيث هو ما 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 تايقش في نفسه صورته لداته آآ سلبية فبالتالي هذا كي تمرد وأنك يعطاه واحد الواحد يلا بغي نسميه واحد الريداء وهمي ديال أنني قوي وأنني قادر مدراسة سمح لي مثلا يتمرد عليه مثلا أو يتبهت شخصيته فهو ما كعافش كيف يخرج مثلا دك أو كيت نمرو عليه مثلا فهو كي يجي عبره في الدار يكت هدو من أمور المطروحة على مساومة المدراسة سواء في التعامل مع الأصدقاء دياله وفي حالي قلت في الحالات ديال تنامور ولا إذا كان مثلا عنده شي ضعف الدراسي معين فبالتالي هذا كي تمرد كي خليه وأنه يحس بنفسه أنا موجود وخاب بالأثالي بأنه شوف هاحنا كان رجعه الطفل دائما يحاول أنه يتواصل مشي هو مكيكونش القصد دياله أنا نخصي نعمل فوضى أو أخصي نتمرت أو أنا نخصي نتواصل ولكن هذي نطرق لي عارفة باش نقدر أنني حس براسي أنا موجود أنت مي وعندي قيمة وعندي أهمية فدائما رجعه للأسباب كذلك إذا كان الأسلوب ديال المدرس المعلم ولا المربي يعني استهوا في حالي هدرنا على الوالدين يعني يتسم مثلا بالقصوة بكثرة مثلا كثرة التهديدات إذا كان كيف يفرق في المعاملة ما بين التلاميذ شخصيته كذلك إذا كان عصبي وغيرها من الأمور اللي طبعا تهيا كذي تغذي هاد الاحتياج للطفل فأنه يقاوم هاد السلطة يقاوم هاد يعني الأوامر وطلبات ديال الآخر سواء كان والدين ولا كان يعني معلم ولا مربي فيتمرد على الوضع وكاين التمرد لي كيكون ظاهر وكاين تمرد لي هو خافي كين خصوصها هذي ممكن يلاحظوها سواء في البيت ولا حتى على مستوى المدارس كان أطفالك يتمردوا بدون ما يشكلوا واحد يعني واحد سلوك اللي هو ظاهر أو حتى على مستوى الكلمات غيتمرد بواحد طريقة اللي هي خافية اللي غاي خلك يعني تحس بالله لم يستجيب ولكن هو ما هضرش مثلا فكان مجموعة ديال المات السلوكية اللي يعبر في هالطفل على هاد آآ التمرد آآ ومهم عائشة جدا أننا نعرفو كوالدين آآ إذا كنا كنعانيوا مع هاد المشكلة ديال التمرد مع وليداتنا شنو هي المواقف اللي الطفل فيها يتمرد لأنه ما ما غادش يكون كتمرد في كل المواقف مثلا في الدار آآ مع العائلة معا في المدراسة غادي يكون واحد واحد الجهة يتمرد فيها أكثر فبتالي هنا باش كنعارفو شنو الخالة اللي واقع واش كيتمرد في الدار كتر ولا في المدراسة واش كيتمرد معايا كتر كأم أو أم عباها مثلا ما كيتمردش أو العكس صحيح فهالي من بين الحاجات اللي كتساعدنا نفهمو لماذا يتمرد الطفل واش حيتاش ربما أنا ما عنديش قوانين اللي هي واضحة آآ ومفهومة وكن دب دب مرة كنخليه يعمل لي بغا مرة فبتالي يستغل الفرصة ويتمرد في المقابل مثلا مع الأب دياله ما كيقدرش أنه يتمرد لأنه سفي القواعد والقوانين واضحة لا هي لا ما كين شي فهالي كتعطيني واحد الإيحاء آآ واحد الدلالات هلا آآ نفهم هاد هاد التمرد ديال الطفل علاش آآ كيقوم آآ به دائما نرجع نفهمو الأسباب بين هاد الأمور كل اللي قلناها أسباب ليها تكون متعلقة بالطفل أسباب لي تكون متعلقة آآ بيا أنا أسباب لي تكون متعلقة ربما بالخارجية لأن الطفل في تفعل مستمع مع المجتمع من حوله فربما موقف ديال وقع في المدرسة غادي خليه ربما ي ينفجر مثلا في المنزل على مستوى آآ السلوكيات آآ دياله آآ وهدرنا قبيلة ساعة لك كيفاش نتعاملوا في هادك اللحظة اللي قلنا أننا نحاولوا آآ نهدئوا فيها لأننا بحقيقة احنا هما آآ هما هادك الملجأ الأول ديال الطفل سواء غايجي بشي ينفجر فينا أو يجي بشي يشكينا وي ويتخبع ويفرغ فينا سلبا ولا إيجابا فالأولى أنني نهدأ ونساعد الطفل لأنه يفهم نفسه ويفهم كذلك شنو اللي خلاه يتمرد ويعمل هاد هاد السلوكيات طبعا هاتجي ركات جيتاً واحد المرحلة متقدمة ديال الهدو ديال النج الانفعالي اللي اختي أصلاً أنا كراشد نكون كنتحلى بس سمح لي أستاذ سمي وتعرف باللي هو لي عنده مشكلة إذا ما عندك شيء أكيد أكيد هنا في الوالدين كيوقعوا في الفخ اللي بغينا نسميه أنهم كي ياخدوا مشاكل اللي كيوقعوا فيها وليدتهم بشكل شخصي أنا ما عرفت كيفاش نربه لا أنا شيء شحل وانا كنعلمه شحل وانا هذا شوف النتيجة كيفنا هي فبسلي أنا اللي كان ناخد ديال التمر ضد الطفل وكان بده آآ نجلد داتي واخا وما خديش نوصل النتيجة وكان بده ديال الساعة وكأنه يكون عندي التركيز أكثر غال على الجانب السلبي شوف هو ما سمع شي شوف هو ما عمل شي شوف هو ما كيشكو منه في المدرسة شوف هو ما كيعمل شي اللي كان طلب منه ما كنبقاش نهائيا ديك ساعة ديالقدرة حتى باش نقدر نركز في الأمور الإيجابية اللي كيقوم بها لأنه أكيد ما يكونش 24 ساعة لـ 24 ساعة كي تمرد هاد الطفل صحيح علي بش قولت مهم جدا الحدد شنو هي المواقف لك يتمرد أحيانا يتمرد الأطفال غير في الفترة الصباحية ديال استيقظ بالنوم بشي فطرو حتش أنا مثلا كان نعمل معهم أحد طريقة شوية آآ فيها صرامة لا ما كينش تخرج حتى تفطر حتى تعمل لتتفعل هذا فيتمرد في أوقات أخرى ربما ما يكونش حتى الحس ديال التمرد فإذا ها ها واحد المعطا ديال إذا عن وقت ديال الصباح هو اللي فهه آآ مشكيك ممكن نشوف كيفاش نتعاملوا آآ مع هاد آآ الامر آآ طب ممكن نرجعوا نحاولوا نكونوا هادئين وخا آآ نفعلوا لاستيماع أكثر ما يحتاج إلي التفل المتمرد رغم اللي التمرد دياله أنه بغي هو يتألم هو ما قادرش أنه يعبر على مشاعره بوحد شكل سليم أحيانا لا يفهموا حتى ما عارف شنه اللي خلاه يتمرد فمحتاج يتم الاستيماع له بعد مرة تغير كتسمع له اللي داتها فيه كيتفش ما كيعرف حتى هو أنا جبرت هذيك الأدن الصاغية اللي غا تسمعني بدون ما تحسبني بدون ما بقى فقط آآ اللوم أو حارف آآ ممكن يتعاقب فكي آآ كي هذاء وهذي طبعا كتجي حتى آآ 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 أنا وإذا كان عندي بعض المطالب كان عندي بعض الامور اللي يعني آآ أرغب أن هذا الطفل يقوم بها آآ نحاول ما أمكان أنه تكون آآ بوحد لنبرة اللي هي هادئة في الوقت لما نكون نشفه بجوج بنا في حالة إنفعالية شديدة باش نقدروا نسمعوا بعدياتنا آآ نوضع هذك الطلب لأنا بغيه وخ طلب لي هو بسيت ممكن غير هز الكاس عمله في الكوزينة يعني أبسط الأمور آآ ونتأكد من أن الطفل فهمني يعني بعض مرات كي يكون إما هو من شغل آآ مع نفسه من شغل في أمر آخر فبتالي ما كي ما كيسمعنيش ورد الفعل لدينا اللي كيزيد يأجج آآ الشعور ديال الطفلة بتالي يتمرد آآ علينا آآ ون ونستخدم ممكن واحد القاعدة يسمعها قاعدة عشر ثواني إلا حسيت براسي عائشة مع الطفل كان هدار كتر من عشر ثواني نوقف احنا طبعا مش كنقوله غنوقفه ما غنعودوش نهضرو ولكن هذك الجمل مسترسلة واحدة مور واحدة كي ولي فح الخي طاب رب بالنسبة للطفل ما كيسمعهم شي أصفر صحيح احنا الكبار ولا نتحمل صراحة هاد هاد الأمر عاد بالنسبة للطفل حاول يكون جمل مختصرة طلبات مختصرة وخاءوا تكون آآ آآ كذلك آآ واضحة واللي دائما كن اكدوا عليه نحاولوا ما امكان اننا نعزو عند الطفل قيم دي الاحترام اللي في الاساس خطة تنبع منا باش نخلي الطفل يحترمني وما يتمردش عليها بواحد طريقة سلبية اخصني انا في المقابل نحترمه ونعلمه كيف يتم آآ الاحترام ونتعاملوا آآ عائشة معا سواء العناد ولا التمرد آآ كعارض بمعنى كين واحد لمشكل كين ماشي كمارض نعم وذلك يخلي الوالدين يدخلوا آآ في صراع مع وليدتهم ما كيكونش آآ حلول اللي هي سليمة لانك نتعاملوا مع مارض النقص يتم استقصال هدك هدك الهدك الورب لا هو عارض المجموعة دي الامور اللي يخصنا نفهمها آآ باش نقدروا اننا نتعاملوا معها بحط طريقة افضل شكرا لك استاذة سمية كنكون سعيدة بالتواجد وبالمعلومات اللي كتقدم هوني العافو هذا واجب وعرفة بالله يعني الموضوع ممكن يخدنا وقت اطول وكي كانت من ان شاء الله غير بهذه النقاط اللي كنركزوا عليها يكون المستمعي الكرام آآ كتوصله ان شاء الله شكرا لك استاذة سمية كابريا اشتركوا في القناة